نظمت الجمعية السورية الواقع السياحي وعلى الأسف التدمير الحريق اللي صار به الواحد تدمر وطبعاً زيارة المدرج الأسريم ومعبد بل والآثار اللي موجودة بكامل مدينة تدمر طبعاً في خطاط لتنشيط السياحة الداخلية وطبعاً زيارة مدينة تدمر من الأولويات اللي محقوطة على الخارطة السياحية كل سنة لازم يكون في إلنا زيارة لمدينة تدمر الأسرية لأجل طبعاً فكرة كتير بسيطة اللي هي تعريف الشباب والصبايا بهاي المدينة وأهمية هاي المدينة وبدأنا زيارتنا أول شي بالمتحف وبعدين انطلقنا باتجاه المدينة زرنا أوص النصر وهلأ وصلنا على معبد بين وهلأ المرحلة الثانية من الزيارة بتكون للواحات واليوم أنا جيت مع مجموعة أنا سوري عشان شوف تدمر جيت هون قبل كان كتير فيه دمار من داعش من الإرحاب وهذا يعني أحمن بالكتير وفي أعمل أنه رأي أرجى يعني مو بس حون بس بكل سوري يعني رأي أرجى متل ما كان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة